اشتركوا في القناة وترويج والتوسط في نقل الكوكايين ويشار ايضا انه تم ايقاف الفنان نورشيبة في قضية شبكة استهلك وترويج الكوكايين الاسبوع الماضي رفقة الفنان بوثينة بن محمد وابن لاعب دولي سابق وحسب البحث الولية فقد انطلقت البحث بعد ورود معطيات على اعوان الفرقة المركزية مكافحة المخدرات للحرس الوطني بابن عنوس مفادها تورت فتاة من سكان المرسى في الانخيرات في شبكة لاستهلك وترويج مادة الكوكايين وبعد القيام بالتحريات تبين انها فنانة معروفة وبموصلة البحث تم التعرف على باقي عناصل الشبكة اللي تضم ايضا فنان مشهور اخر وابن لاعب دولي سابق مشهور يقال من الاشعات ومصادر غير رسمية انه ابن الحرس السادق ساسي عفوا من ملقب بعد توقع في النهاية متنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوسلكم كل جديد